مع استمرار النزاع في السودان يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد مع عجز في تلبية الإحدياجات الأساسية للسكان بسبب تدهور الوضع الأمني وتضرر البنية التحتية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش صرح خلال حديث له أمام مجلس الأمن بأن الشعب السوداني يعيش كابوسا من الجوع والأمراض والعنف الإثني خاصة في إقليم دارفور مشيرا إلى أن 25 مليون شخص بحاجة للمساعدة جوتيرش قال إنه بعد 18 شهرا من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تزاد معاناة الشعب السوداني يوما بعد يوم مبينا أن آلاف المدنيين قتلوا في النزاع بالإضافة إلى ارتكاب أعمال اقتصاب على نطاق واسع وغيرها من الفضائع التي لا توصف وفق تعبيره وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شعوره بصدمة مروعة حيال هجمات الجيش السوداني في الخرطوم والهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور لا سيما مع تصعيد القتال على نحو المأساوي في تلك المنطقة وفي ضوء ذلك كاشف غوتيرش عن دعوات لسودانيين منظمات غير حكومية إلى إرسال قوة محايدة إلى المنطقة لحماية المدنيين مؤكدا أن الظروف الحالية لا تسمح بنشر قوة تابعة للأمم المتحدة لضمان الحماية اللازمة كما أشار أنطونيو غوتيرش إلى أن السكان يعيشون كابوس الجوع حيث يعاني أكثر من 750 ألف شخص من إعدام الأمن الغذائي بمستوى كارثي محذرا من كابوس الأمراض حيث تتفشى أمراض مثل الكوليرا والمالاريا وحم الضنك والحصبة بشكل سريع بالإضافة إلى ذلك فإن الوضع يؤدي إلى كابوس النزوح حيث يقدر عدد النازحين بأكثر من 11 مليون شخص بينهم ثلاثة ملايين لاجئ في دول الجوار وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت نحو عشر دول بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا دعت فيه الطرفين المتحاربين في السودان إلى ضمان وصول الإعانات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة